اشتركوا في القناة واذا حوالكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير جبت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة تهبل 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 لعشاق الشوكولة نتمنى انكم تجربوها تبعوا معي برك طريقة التحضير وكما نحضر هذه الوصفة تلتبع البرونيز واذا نحتاجه؟ هناك نكاس تلتبع زبدة ثلت بيضات زوج كيسان تلتبع السكر ولافاني ومغرف كبيرة انتا قهوة نجيبون بعدها بول ولا غيسيبيون ولا وش تقولوا لها انتما المهم اللي عندكم حاجة غمي قاسكون نديروا فيها البيض كيما قلت لكم تلت حبات سع بيض ونزيد عليهم الكاسة زبدة دايبة ندير واشي يسخونة بزاف ومبعد نزيد عليهم اللافاني مغرف كبيرة والمغرف الصغيرة كما تحبوا ومغرف كبيرة نسع القهوة ونخلطو بيان بالفوي ومبعد عدا نضيفو زوج كيسان تاع السكر متو متقدو تديرو كاس السكر ابيض مع كاس سكر بني انا هنا ما كانش عندي متوفر السكر البني يعني الوصفة الاصلية فيها السكر البني المهمة ليش دعوتها بكاس سكر عادي ونخلط بيان حتى يدو بنا السكر تاعنا ومن بعدها هنا نضيفو المواد الجافة عندي هنا كاس معمر تاع فالينا وثلاث مغرف كبيرة تاع الكاكاو ورشة صغيرة نسع الملح نغرب لهم هكا بيان نبرا الصفاية ومبعد هنك بنخلطو الخالي تاعنا ومبعد هنك بنخلطو وولا بهذا الشكل رايح نزيد عليه 100 غرام بتاع شوكولة بالحليب قطعتها هكا قطع وهنا البناز في المرحلة هادي تقدروا تزيدو يعني تضيفو اي حاجة انتو ما تكون عندكم قطعو لا جوز لوز مكسارات هكا ولا اي نوع شوكولة يكون عندكم يعني اضافة هنا تكون اختيارية انا كتافيس برك بالشوكولة وهنا يجب تمول الماقص تاعو 25 على 25 جاي صغير شوية رايح نحط فيه الخالد التاعي ونسوي له السطح تاعو من فوق وندخلو للفرن الفرن التاعي كنت شعلتو منقبل على درجة حرارة 180 نحطو في الرفة الدوزيان في الرفة التاني واحدة نص ساعة ونبعد نخرجو حتى شوفو يورينا بهذا الشكل شوفو يعني القشرة تاعو كيفها جاية من فوق نخلي وهي يبرد مليح ونبعد عادة نقسموه يعني البروني الساعة كم لازم يبرد مليح بشتاق قسموه يعني اللي بنا تصدقوني وصفة ناجحة وروعة وهنا كلمسة هكا إضافية حبيت نضيفها له بدرت عليه من فوقها هكا خطوط شوكولات تارتيني ولا أي شوكولات أنا هدي شوكولات خدمتها في الدار إلا حبيتوا الوصفة تاعها خليوا لي في كومنتر دينكم الوصفة تاعها ودرت عليهم بعد من فوق شوية كوكا وشوية جوز شوية شوكولات المهم تزيين اختياري كما تحبوا وشيكون عندكم شوية شوية جوز شوية جوز شوية جوية جوز و هاوليكم لبنات الشكل النهائي نتمنى ان الوصفة التالي يوم تكون نالت اعجابكم ما تنسوش تخلي بولي اجابة و كومنتر و لي ما رغوش مشترك فضلا و ليس امرا خليلي اعبوني و نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله